اشتركوا في القناة وكل يوم على التعليقات الجميلة والحمد لله انه المحتوى اللي انا بقدمه قاعد بلاقي استحسان كثير من الاشخاص طبعا في ناس بنجهروا عشان هيك بكيفوا على الديسلايك على هذا الموضوع وانا عارف انه هدول الاشخاص يعني اما انه هم يعني كيف اللي بتزمت برأيه لفلكي معين وخلص انه هداك هو احسن واحد وانت بترغي كثير وتافه ومش عارف ايش ومن هالحكيات وفي اشخاص هم اساسا عندهم صفحات بشتغلوها على الابراج او علوم ثانية وبيجوا بتلصصوا بسمعوا انا شو بحكي وبعدين بحطولي الديسلايك على اساس انه نوع من انواع الاحباب اولا انا ما بنجهر ولا بزعل ولا بشغل وكتي فيهم يعني انا بس لما بعلق هذا التعليق يعني بمعنى انه هاي لعبة مكشوفة عادي مش فارق عندي اعمل اللي بدكي ان شاء الله بتجيب عشر تلاف واحد يحط لي ديسلايك مش سهل عن الموضوع يعني انا ممكن في الحلقات الماضية واحد من الشباب حكالي انه اللايك بيخلي على السيرتش وبطلع الفيلم بتاعك او الفيديو بتاعك اكثر للرؤية والمشاهدة فانا جيت قلتلكو حطوا هيك 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 انا ما عندي يعني معلوماتي في التكنولوجيا او في الاشياء هاي الكمبيوتر والانترنت والهذا محدودة يعني مش زلمة انا دارس هذا الموضوع نجيب لي مخ بني ادم اشي له علاقة بعصاب بني ادم تخصصي الاعصاب بشتغل بعطيكي عم شغلة ممتاز الحمد لله رب العالمين اما انت يجي تولي كمبيوتر وهذا انا بشبك بخاف من الكهرباء بمعنى اخر فعشان هيك يعني ما قليش بعرف اشتغل بس بعرفش اركبه اشبكه وهي المعلومات تاعت الانترنت انا مش كتير ضليع فيها يعني فهي عمي تاخدوش بكلامي فاللي بدي يحط لايك يحط بدي يحط دسلايك يحط بدي يعلق يعلق بدوش يعلق ما يعلقش المهم انا بس انه اسئلتكو اللي بتحبوا انتو تسمعوها او عندكو استفسرات معينة حابين تستوضحوا عنها حابين تتعمقوا اكثر في علوم ثانية من كل العلوم الروحانية اي علم غيبي او روحاني او مغيب او 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 سمعت عنه او حاب تستفسر عنه اكتب لي عنه اكتب لي عنه انا بعطيك الجواب الصافي فيه طبعا فيه ناس ممكن يقولك شو هالمغرورة هذا في واحد بيشمل كل العلوم هاي في واحد بيعرف كل العلوم هاي ولا هو جاي ايش يعني بروح بعمل سيرج وبجيب والله ما بعمل سيرج والله اي كل العلوم اللي انا بعطيكو اياها حتى لو بدكو عن ايش بدكو حجر الكريم هذا تبع قرن الافعة بشرح لكو عنه كيف بتسوه الحجر اللي بضوي في المي بعطيكو بدكو كيف بسحبوا السحر وبحطوه في كاسة المي او في البشكير او في المنشفة برضو بحكي لكو اياه كيف بجيب لك ذهب وبحط لك اياه في طنجرة برضو بشرح لك اياه ايش بدك عن هاي الاشياء طبعا من اساس العلم تاعنا انه احنا دائما منتعلم اسوأ الطرق وطرق النصب وطرق ال 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 كلها الطرق السيئة هاي منتعلمها السحر كيف بنعمله منتعلمه اه كل اشي ضار كل اشي يستغل فيه البني ادم منتعلمه بعدين منيجي ونتعلم الاشي الصح ليش منتعلم هذاك السيء عشان نعرف الاشي الصح يعني بمعنى اخر انت بدك تعرف مرض او بدك تعرف شيء خليني اجيب لكو اياها على الطب بشكل مبسط بدك تعرف مرض معين لو تظلك تباطح في الشخص وتجرب عليك كل الادوية ما رح تقدر انت تعالج هذا الشخص الا اذا اجد صد فيه معك الا في حال انك عرفت شو هو المرض عرفت شو هو الفيروس هذا او البكتيريا او هيه وجيت فحصته جينيا وعرفت المعدل او الجيني او الوراثي تاعه كيف بيشتغل وعرفت الاشي الضار اله الاشي النافع اله شو بسوي هو وكيف طريقة عمله بعدين انت بتدخل في عملية الالاج وصلت المعلومة انا اتعلمت بنفس الطريقة هاي لانه انا يمكن عشان طبيب فنتعلم بالطرق هاي فانا هاي افضل طريقة اتعلمتها عشان هيك ربنا الحمد لله فتح علي باشياء كثيرة الحمد لله رب العالمين ما ابدأ اقول لك فتوح العارفين واصبحت من العارفين والمقدسين والمنزل عليهم والمشعرفين انا انسان بسيط جدا ابسط مما تتخيلوا والاشخاص اللي بعرفوني على الواقع بعرفوا هذا الكلام خلينا اول اشي في عنا سؤالين يعني بتمنى انا قبل ما ندخل على الاسئلة اللي عنده اي سؤال يكتبنا اياه شو ما كان ايش ما سمع ايش ما خغض يحط ومنه انا بتعلم اذا ما بعرف ومنه نتعلم اسليب نصبة جديدة برضو منحللها عقلانيا منطبقها ومنشوف اذا الزلم صح منقول صح اذا غلط منقول غلط حتى الكلام خلينا ندخل على علمين او معلومتين يمكنك كلكوا سمعتوا عنها المعلومتين هذولا اول ايش انه الابراج صارن 13 برج حطوا برج زاحوا الابراج هيك فحطوا برج في النصف فكل الابراج اتحركت فصارنا ابراج جديدة هذا كلام اللي بحكوه او اللي بستخدموا الاسلوب هات اللي بيجي بدو ينظر عليك عشان يورجيك انه هو عنده علم الناس كلها في ضلال وهو صح عشان يلفت النظر وثاني اشي هو نوع من الاكشن يعني انت لما تكون تعرف انه برجك اسد مثلا او او عقرب او يعني اول عقرب اكثر واحد يتأثر في الموضوع وفجأة يجي واحد يقول لك لا انت برجك اسمها انت غلطان اساسا برجك مش عقرب فطبيعة الحال بدو يلفت الانتباه ويخلي الناس تخوض في هذا الموضوع هذا الموضوع من يعني الاف السنين اجتهدوا بعض العلماء انهم اجوا عملوا 24 برج يعني مش 13 منهم اجا قال لا مش 24 36 منهم اجا قال لا يا عمي احنا خليهن على 14 برج وناس قالوا 13 برج كل واحد حط دليله او حط استنتاجاته او حط دراسته فشل كل الدراسات لانه ما بقدر هو يحصر حركة الشمس لانه الشمس هي اللي بتتغلب 30 درجة 30 يوم وحركة القمر اللي هي يومين وثلث بتنتقل من برج لبرج فبما انه العمدتين الموجودين او النيرين احنا منسميهم هدولة الاثنين الاساسيات بيشتغلوا بنفس الطريقة على اي اساس انت بدك تيجي تدخلهم على 13 برج يعني بده يصير الشهر بدال ما هو 12 السنة بدال ما هي 12 ده تصير 13 شهر معناته القاعدة غلط فعشان هيك الناس استغلت هذا الموضوع ففي بعض المجموعة من الاشخاص استغلوا الفكرة هاي وستدخلوا اسامي جديدة التعبان والمش عارف ايش وزاحوا الابراج وحتى الكواكب رجعوها يعني انه بتيجوا بتقوله القمر هسا في الحوت بيقول لك لا يا عم انتي وين القمر لسا في الجديد طيب ليش قال بيقول لك انا شفته وين شفته طيب قال شفته بعيني طب شو عرفك انتي بتعرف اساسا النجوم شو اسمائها اللي بتشكل البرج هاد اللي على اساسها قالوا هاد اسمه البرج كده بيقول لك لا لا ما هو في برامج طب شو البرامج هاي بتعمل بيقول لك لا هذا البرنامج بترفع التلفون هيك على السماء فبقول لك القمر وين موجود والكواكب وين موجودة قلت له طيب هذا بيحسب لك هيها على انها موجودة في السماء ولا على انك انت في الارض لا انا في الارض طيب وهي البراج وين في السماء طب شو دخلك انت في البرج اللي في السماء قول ها يعني بدخل بالحيط ليش لانه هذا حافظ مش فاهم فهمتوا علي هاي نقطة فعشان هيك اللي بيجي بقول لك برجك 13 و14 برج مش عارف ايش هذا على طول الخط يعني ما تناقشوا ما تجدلوا ولا اي شي عادي ما تتابعوش بكل اريحية لانه هذا الكلام غلط لانه ارتفض على مدى الاف من السنين مش هول للزلم اللي اكتشفوا وهذا نجل معلومات احنا كلنا بنعرفها وما ما بنحكي فيها لانه عارفين انها فاشلة لانه اساسا العقرب معروف صفاته كاملة فلما تيجي من اول مولود العقرب لاخر مولود العقرب بيحمل نفس الصفات على ثلاث عشريات هذا كوكب هذا كوكب هذا كوكب هذا بعطي صفة وهذا بعطي صفة وهذا بعطي صفة هاي على كل الابراج كلهم عشان ليش سمي عشريات لانه كل عشرية لها كوكب حاكم بيأثر عليه فعشان هيك بتلاقوا موليد اول البرج يختلف عن وسط البرج عن اخر البرج في صفات بتختلف عنهم تماما ولكن في صفات كاملة بنسبة ثمانين في المية يتشابه بالصفات هذا واحد اثنين العلم الثاني وهو العلم الخارق الحارق المتفجر وهو علم الفنجان او قراءة الفنجان او الابراج بالفنجان اولا الفنجان انا عامل حلقة عنه موجودة ولكن بدي احكيلكوا اياها بشكل بسيط الفنجان هو فن كانوا يستخدموه قديما في عملية تحليل الخطوط والرموز ومش عارف ايش وبعدين يطلعوا بالنتيجة كانوا في ناس فنانين هو علم روحاني مش علم بالفطرة يعني للاشخاص اللي بيكون عندهم روحانيات وشفافية هم اللي بيقدروا يتعلموا او يشتغلوا على الفنجان مش كلهم ليش يعني في اللي عندهم روحانيات ممكن انه يخطأ بعملية التمييز بالاشارة ولكن في اشخاص بيقدروا انهم يتعلموا العلم هاد من معلم بيعلمهم اياه وهو ابسط علم روحاني يعني الو اتصال بالجان فهمتوا علي يعني مش علم انك انت بس تمسك الفنجان هيك معناته انت اللي قرأته هو بالاساس العلم الفنجان او فن الفنجان الو علاقة بالجان يمكن لاحظتوا الربط بين كلمة فن جان وجان فن جان وجان ماشي طيب شو نيجي نفصلها انا بقول فن الجان ايه هذا اسم الفنجان معناته فن الجان فهو فن هذا العلم هو فن الجان هم اول يعني صغارهم او مبتدئينهم في عملية الاتصال في البشر اول علم بتعلقموه عشان يتصلوا في البشر هو الفنجان عشان هيك سموه فن الجان اجوا الاشخاص صاروا اللي بدوا طبعا بدوا يتعامل مع الجان بطريقة معينة يطلب خادم معين الخادم هذا بده يدخل جوا او يدخل ارياح جوا ويفتح له شاشة داخل الفنجان هاد عشان ينقله صور للواقع عشان هيك في اشخاص لما بيجي بقولك عن الفنجان او بيقرأ لك الفنجان بصدمك بالمعلومات اللي بعطيك اياها لانه هاي المعلومات انت الوحيدة اللي بتعرفها ولكنه جيب لك مستقبل بيطشش لانه ما حدا بقدر يعطيك المستقبل هو بعطيك احداث باللحظة اللي انت فيها والماضي تبعك هاي واحد اتنين فييجي كمان يدخل الفنجان يدخله في علم الابراج طب شو دخل زيد بعبيد يعني بتركبش القاعدة بس هو عشان نيجي نربط بالحلقات الماضية هو عشان ينصب عليك شو بيجي بقولك بدنا نشوف قراءة الفنجان لموليد برج الحمل هو قارئ عن برج الحمل عارف الكواكب هاي او سامع من فلك معين ولكن بدي يركب لك يا على الفنجان شايف ليك انا طاقة يتسفار لا حول ولا قواتي الله بالله العلي العظيم ما اعتقد انه هيك وصلت المعلومة بلاش نخوض كثير هسا واصير انا اشرق واغرب في الحكي فعشان هيك خليني مؤدب اليوم بدون مسبات وبدون شتائم وبدون اهانات لانه ما بستهلوش ماشي اه بتمنى اللي عنده سؤال او استفسار عن موضوع معين طبعا في حلقة عن الفنجان وفي حلقة عن التاروت وفي حلقة كل هادولا حكيناه ان احنا قبل رمضان ولكن انا بعطيكو يهم برؤوس اقلام للاشدقاء لمشتركين جديد واللي بسألوا عن هاي الاشياء انا بجاوبكو عليها ما عندي اي مشكلة وبرضو تثبيت المعلومة مش غلط خلينا نروع على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 11-6 القمر موجود في الدلو ورح ينتقل للحوت الاغلب اليوم رح يكون في منزلة المقدم وهي منزلة جيدة الخير والثبات والسلامة والمحبة وطبعا بما انه اغلب اليوم يعني لغاية ساعات الظهر رح يكون موجود في الدلو فعشان هيك بنظل لغاية ساعات الظهر بنشعر بانه احنا بحاجة ماسة للتغيير الروتين عدونا او عدو هاي الوضعية بنكون ودودين اكثر وبننشط اجتماعيا نرغب الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر منه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون او تجربة طعام جديد بالنسبة ان الان احنا في فترة خلو المسار خلو المسار طبعا من الساعة الثانية واربعة وثلاثين دقيقة بعد العصر يعني بتوقيت جرينيتش بدأ خلو المسار فالان احنا في فترة بث الحلقة هاي احنا في خلو المسار رح يستمر خلو المسار لغاية الساعة تسعة واحد وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن بدأ تزيد ثلاث ساعات يعني الساعة اتناعش ونص بانتهي خلو المسار وهذا بعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في ساعات الظهر حكينا ساعة تسعة واحد وثلاثين دقيقة ظهرا بنتقل القمر وبصير في الحوت بنعكس الجو عنا فبتتغير الامور نفسيا عنا فبصير الناء تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما بننجح في التركيز على موضوع معين ممكن نتذمر ونكشف عن متاعبنا للغير بنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزو جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عمله نتيجة المرض او شعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل او حبال الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء الالتصوير طيب في زاوية وحيدة اليوم راح تتشكل الزاوية هاي راح تكون زاوية التربيع سلبية هي من الزوايا البطيئة الها تأثير تقريبا بحدود السبع ايام اليوم طبعا اوجها ورح تكون الاوج تاعها الساعة التسعة و37 دقيقة ظهرا طبعا هسا لما انا احكي تأثيراتها لانه هاي زاوية تربيع بين الشمس ونبتون لما احكي تأثيراتها ترجعوا هيك بالذاكرة برجعكوا شوي لاحداث صارت فانتو بتعرفوا من خلالها انه برضو كل اشي مرتبط وهذا مش علم غيبي فعشان هيك انا اجلت الموضوع ما ارضي تعمل حلقة عنه عشان انتو تعرفوا انه هاي كلها يعني اشياء ربنا مرتبها بطريقة يعجز عقلنا عن استيعابها فعشان هيك خلينا احنا نشوف شو تأثيرات هاي الزاوية هاي الزاوية بتجعل البعض يعيش في اوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع يعني وسواس خيال افكار شك غيرة احلام اضغاف احلام كوابيس كلها بتكثر بالفترة هاي بتميل شوف بتميل لتتبع احلام ومشاريع خيالية يعني بتصير تسرح بدي اعمل وبيدي اشتري وبيدي اجيب ولو عندي ولو بقدر اجيب البيت هاد او سيارة هاي او ماشي بتعرف حياتك بعض التعقيد والفوضى والاضطراب ممكن تميل لحل بعض المشاكل باللجوء بعض الاشخاص مش كل الاشخاص بالجولة ايش للكحول للأدوية للمخدرات للمسكنات للمهدئات للاشياء اللي بتخليهم شوي هيك يكونوا مش مركزين وبتعرض برضو هاي الزاوية للتوعاكات الغامضة يعني بتشعر بآلام ما لها تفسير او بتشعر لأوجاع ما لها تفسير طبي بتيجي فجأة وبتروح فجأة وبشتغل الوسواس على اثرها هاي واحد طيب دوليا هاي الزاوية شو بتسوي بتدل على عدم استقرار في المستوى السياسي او في الحكومة بصير في نوع من الشد والرخي والجدالات والتخبط مشاكل بتصير في القطاع البحري ربما غرق بعض السفن او البواخر بتزيد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة او المعارضة للحكومة او التعرض لبعض الظواهر البحرية البحرية كالفيضانات والطوفان وممكن يتسرب نفط سواء النفط او غاز او حوادث تسمم جماعي زي ما صار في روسيا اللي اعلنوا بسببها الطوارئ ليش لانه في نسبة ديزل عالي جدا تسربت للانهر عندهم فاعلنوا حالة الطوارئ القصوى وكذلك ارتفاع في اسعار النفط تدريجي شو رأيكو؟ طيب مش كان انا لازم اطلع بحلقة وقولكو انا اتنبئلكو بالفترة الجاي انه راح يصير هيك هيك ونفس الحكي اللي انا حكيت لكو يا هاد واعمل فيديو عليه واخوفكو كمان شوي فيه يعني كان بامكاني اعمل هذا الاشي ولكن هيك اسهل وهيك احسن وهيك اسرع وهيك ابسط بكون اما بالنسبة للقمر بما انه راح يكون موجود في برج الحوت راح ينتقل معناته خلوة المسار القادم راح يكون يوم 13 ستة راح يكون في تمام الساعة 12 و 44 دقيقة عصرا ورح يستمر خلوة المسار لغاية الساعة التسعة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش يعني راح نحكي عنه في حلقة يوم 13 ورح نحكي عنه في حلقة يوم 14 لانه التسعة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش يعني فيه تقريبا بحدود الست ساعات بالحلقة اللي احنا راح نقدمها يوم 14 وبنتقل بعديها القمر لابر جدله اما بالنسبة لعمر القمر القمر الان بدأ بمرحلة انحسار المربع عمره 20 يوم فيه تمام الساعة 58 و 57 دقيقة مساء بصير 21 يوم نسبة الإضاءة 62% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 المزاج ممتزج القمر في الدلو وفي الحوت حتى يوم 14 لانه راح نذكرها في حلقة 14 فعشان هيك يحقيت انا يوم 14 هو فعليا لو حسبت لنا منتصف الليل ليوم 13 ولكن لانه حلقتنا بتيجي يعني في 6 ساعات قبل انتهاء خلو المسار في يوم 14 فعشان هيك نحكي يوم 14 المزاج منتحس اما عطارد في السرطان حتى يوم 18 بعدين بيبدأ عملية التراجع لحد الان مزاجه سعيد الزهراء في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في العود حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم أربعة عشرة مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر رح ينتقل للحوت معناته لغاية منتقاله للحوت لساعات الظهر بظل في نوع من أنواع النشاط في هاي الساعات ما بين العلاقات والأصدقاء والمعارف والاتصالات ما بين الأصدقاء أو تعامل أو تعاون مع الأصدقاء بيكون نشط جدا بعد ساعات الظهر بصير القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك بتدخلوا فترة غير مريحة تلتزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وفي نفس اللحظة ممكن يتراكم عندكم بعض الأعمال ما تقدر تنجزوها وبدكوا تنتبهوا من عصبيتكم وردات فعلكم السلبية وخصوصا أنه البيت الأول بيت الشخصية يعني من ساعات الصباح ببلش يقلب بالاتجاه العصبي والحدية والانفعال أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية بتشغل فكرك ممكن بعضكم ينجح في جمع بعض الأموال ومنكم ممكن يتعطل عليه بعض المسائل أو تتأجل للفترة القادمة أهم شيء أنه أنت ما تحتد وما تعصب وما تصرف فلوسك في المكان الغير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والنقاشات عندك يعني قدرة على الإقناع رغبتك في المشاركة كثيرة ولكن حاول أنك تبعد عن الفضول أنك تدخل حالك في أشياء ما بتعنيك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء رح تزيد حدية على مستوى البيوت يعني أي شيء بتعلق بالبيت أو مكونات البيت من أشخاص من عائدة من معارف بدخلوا في البيت أو أثاث أو تصليحات أو عقارات كلها هاي الأمور في نوع من أنواع الحدية عليها ممكن تتعطل عندك بعض الأمور ممكن يصير خراب في مسألة معينة ممكن تتصل في شخص يجي يعمل لك صيانة وما يجي ممكن يصير في عندك بعض الخلافات العائلية أو الحدية بالطبع في هذا اليوم فبدك تحذر بشكل كامل خلال اليومين القادمات من هاي الحدية وخصوصا أن القمر كمان رح يكون في بيت متعبت فعشان هيك منحط البيت خط أحمر أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي تقريبا مثل الوضع في الأيام السابقة أنه بظل فيه نوع من أنواع الحسسية الخلافات، التعاطف، التواصل مع أحد الأبناء ولكن بحدية أو القلق أو تعصب عليه أو ما يعجبك سلوكه أو تصرفات الحبيب في هذه الأيام فممكن تحمل لك بعض الخلافات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ما زالت جيدة بتدعمك خلال هذا اليوم في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو في طريقة التعامل بأمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت الثامن فيه نوع من أنواع الضغط على الأموال المشتركة فعشان هيك ممكن يسبب لك نوع من أنواع لإرباك إما إنه بيتأخر مسألة إلها علاقة بقرض أو مساعدة أو دعم أو إنه شخص بوعدك على إنه بدي يجيب لك فلوس كنوع من أنواع الدعم وبيخلف في الموعد أو بتأخر عليك وحاول إنك تحافظ على مقتنياتك من الضيعة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت العاشر الأجواء ما زالت جيدة بتدعمك وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال بمساعدتهم وممكن يتوكل لك عمل جديد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء أو بيت المتاعب فكما ذكرناهم في بداية التوقعات برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم فيه من قبل في ساعات الظهر ممكن يصير فيه عندكم بعض اللقاءات مع الأصدقاء أو النشاطات أو الاتصالات أو اللقاءات أو دعوة لمناسبة أو حفلة أو اجتماع بيكون من ساعات الظهر يعني بتبلش من الظهر لغاية ساعات المساء هاي الأمور هي اللي بتصير ظاهرة على الساحة بالبداية على العمل وبنهاية النهار على الأصدقاء أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء عندك اليوم يعني نفسيا فيها نوع من أنواع التوتر فيه نوع من أنواع الحدية فيه أشياء ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإزعاج خلال هذا النهار حاول أنك تتجاوزها وما تعصب وما تنفع لكثير ومعني بتلاقي الأمور إذا شحنت حالك بطاقة إيجابية الأمور بتصير جيدة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى المال برضو جيدة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفيه منكم ممكن يحصل بعض الأموال اللي بتجي نوع من أنواع الدعم أو المساعدات أو من عمل إضافي ولكن دير بالك من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة فممكن اليوم تكثر عندك الحركة والاتصالات والنشاطات والأعمال وبرضو النقاشات ممكن أنت تقنع أي شخص بوجهة نظرك لهذا اليوم يعني الأجواء بساعدك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع ففيه مسألة إلها علاقة بالبيت أو بالعقارات أو بالأهل أو بأفراد العائلة أو ممكن أن يكون فيه أعطال أو خلاف أو ردات فعل سلبية أو عمل مكثف كثير فبكون مرهق بالنسبة لألك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء انتهت الحدية على المستوى العاطفي فالآن دخلنا بطريقة روتينية في طريقة التعامل مع الأحبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة بتدعمك بقوة وممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن برضو تهتم بشأن إلو علاقة إما بأدوية أو فحص أو مراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها متقلبة خلال هذا اليوم على مستوى بيت الشراكة فممكن تحمل لك بعض المشاحنات أو المشادات أو الخلاف السريع مع الشريك أو ممكن تقلق عليه بسبب ما يعني تقريبا أنا بحكي إنه هاي اللي أنا حكيته بتركز على فترة من الصباح لغاية فترة ما بعد الظاهرة أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى بيت الشراكة الأجواء برضو نفس الشيء حاملة نوع من أنواع الإرباك المالي ممكن يصير معك يعني مطالبات مالية أو تطالب بمسألة معينة أو يقلقك نوع من أنواع الحسابات إلها علاقة بجمعية أو إلها علاقة بأمور بنكية أو تحويلات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أوراق قانونية بتتعامل على طبيعتك في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر وبيتك الـ 11 كما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة يعني بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال بتعطيك نوع من أنواع الطاقة إنك أنت تقدر توزع المهام عندك اليوم وفي نفس اللحظة بتقدر تحافظ على برنامج غذائك بشكل جيد وعلى صحتك بشكل أفضل من يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وخصوصا لغاية ساعات الظهر إذا كان هذا من الآن لغاية ساعات الظهر عشان فترة يدخلوا مسار ما تعتمدوا على الحظ نهائيا وبرضو بتكونوا ديروا بالك أثناء نقاشاتك أو اتصالاتك ما في داعي للحدية ممكن يصل لك خبر جيد يبل ساعات الظهر من خارج البلاد أو من شخص مقيم خارج البلاد أو يتم عندك كثير من الاتصالات تكثر عندك الاتصالات ولكن من ساعات الظهر بتنشطوا في أمور الهلاقة بالاتصالات برضو وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية وبرضو على مجال العمل وعلاقاتكم بزملائكم في العمل أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء يعني بتكون حاملة بعض الضغط في ساعات الصباح ولكن الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة كل ما اتجهنا بالاتجاه لغاية ساعات المساء فبتلاقي عنصر الاجتماعيات أو التعامل باجتماعية بكون ظاهر على الساحة وبرضو ثقتك بنفسك تختلف من ساعات الصباح غير عن ساعات الظهر وما بعد أما بالنسبة للبيت الثاني برضو على المستوى المالي جيد ممكن تحصل بعض الأموال أو الأمور المالية أو دعم مالي أو هبات خلال هذا اليوم أو عمل إضافي ولكن برضو بدك تدير بالك من المصريف الزائدي أما بالنسبة للبيت الثالث فتقريبا اليوم في عندك نوع من أنواع الطيش أو السهو أو الإنفعال أو العصبية فعشان هيك اليوم يعني هذا البيت الثالث له علاقة بالاتصالات بالتحركات بالنقاشات فدير بالك أثناء تنقلاتك وأثناء امتحاناتك إذا كان عند أبنائك ومن الجوزاء امتحان على مستوى المدرسي يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظ وفي نفس اللحظة في الحوارات والنقاشات بدك تكون مستعد وبدون عصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا لغاية ساعات العصر الأجواء بتكون روتينية على مستوى البيت ولكن بعد ساعات العصر بتصير كثيفة عليك بعض المتطلبات إلا ارتباط بالبيت أو بتصليحات أو ترتيبات أو مساعدة العائلة في مسألة معينة وممكن خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو تدخلوا بشؤونك فشوي يستفزك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء استقرت بالعكس صار في أجواء إيجابية بتدعمك خلال هذا اليوم وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو مسائل إلها علاقة بحل بعض المسائل الإيجابية أو التقارب ما بينك وبين الحبيب أو ممكن تسمع خبر جيد خلال هذا اليوم أو يصير لك نوع من أنواع التعامل مع أحد الأبناء بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي نفس اللحظة ممكن أن يكون لبعضكم اهتمام في المجالات الصحية زي مراجعة أو فحوصات أو أدوي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية أو بين الأزواج بتعملوا بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتعمل لك بدنا نحكي إنها روتينية لا هي إيجابية ولا سلبية ممكن تظهر بعض المسائل الحسابية اللي تأرقك أو ممكن يكون فيه كثافة لا يعني خربطة بحسابات أو يعني يتأجل موضوع مالي عندك أو تظلك خايف من مسألة مالية اليوم تقريبا ممكن تنحسم المسألة أو تظهر على الساحة أرقاك شوي أما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 جيد على مستوى الأصدقاء وعلاقاتك بالأصدقاء بدعمك اليوم بالتواصل أو بالتقرب من الأصدقاء ممكن لقاء أو اتصال أو دعوة لحفلة مناسبة لمة هيك أشياء إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا روتينية ولكن في ساعات الظهر بدك تدير بالك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو يعني تستصعب من حل مسألة معينة ما تقدر تحلها أو هيك تأزم عليك ولكن بعد ساعات الظهر الأمور تفرج وبتلايق يعني انحلت المسألة هاي بطريقة سهلة أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي برضو بالفترة هاي وما تشغل حالك بأعمال أو تدخل حالك بأشياء أنت ممكن ما تكون يد حلها مرج السرطان اتفحصوا حساب مشترك ومتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة في ساعات الظهر بتنشطوا في مجالات الدراسة السفر، الاتصالات، التنقلات، الحوارات، النقاشات خصوصاً البعيدة أو الاهتمام بدراسة معينة أو لغة أو اهتمام بمطالعة كتاب أو رواية معينة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريباً فيها نوع من أنواع الحدية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر الأجواء بتصير إيجابية بتدعمك بقوة، بصير عندك ثقة عالية بنفسك يعني بطريقة جيدة جداً أما بالنسبة للبيت الثاني ممكن بعضكو يحصل بعض الأموال اللي إلها علاقة بالدعم أو المساعدة أو أعمال إضافية ولكن أنا شايف النفقات برضو بتظلها ضاغطة لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتصير الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت الثالث ممكن تنشطو في هذا اليوم بالحوارات، بالنقاشات، بالتنقلات، بالاتصالات يعني عندكو نشاط عالي جداً بكون خلال هذا النهار برضو منقول أنه اللي عندهم امتحانات مدرسية صحيح وإيجابي بدعمك ولكن برضو ما تعتمد على الحظ حاول أنك أنت تستعد يبل النقاش أو الامتحان المدرسي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت تقريباً استقرت الأمور أصبح في نوع من أنواع التقارب أو الألفة ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن أنه شوي صارت الأمور في توزيع للمهام ممكن تنشط في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالترتيبات أو بالتصليحات أو علاقة بتتعلق فيك أو في أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء روتينية يعني بتتعامل أنت والحبيب بشكل روتيني على طبيعتك بدون إيجابية أو سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً ممكن تنضغط بالعمل في ساعات الصباح ولكن مع اقتراب ساعات الظهيرة بتكف هذه الضغوط وبتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد بدون أي مشاكل ولكن برضو راقب الوسواس عندك وفي نفس اللحظة يعني ما تتوسوس كثير بمعنى آخر وفي نفس اللحظة ما تحاول أنك أنت تتوهم أمرض أما بالنسبة للبيت السابع فهو على مستوى الشراكي جيد جداً وبيدعمك بقوة خلال هذا النهار يعني ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو حل مسألة معينة يعني أو تقارب أو مصالحة أو مثلاً تتشارك أنت وياه في مسألة يعني تكون لصالحكم أما بالنسبة للبيت الثامن والتاسع كما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العلاقات الاجتماعية وبرضو في نفس اللحظة على مستوى إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أو التعامل مع زملائك أو رؤساك بمجال العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فشوي ممكن تحتد في ساعات الظهر أو تعصب على مسألة معينة من أحد الأصدقاء أو المعارف ولكن بعد ساعة الصباح بترجع الأمور جيدة ممكن يكون لك لقاء ثاني أو مع نفس الشخص أو مصالحة وتنتهي هذه المسألة بدون لاحدية والعصبية أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء جيدة فهذا بيساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكو ممكن إما مراجع الطبيب أو أدوي معينة أو يهتم بموضوع العلاجات برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم في منكو يعني ممكن يصير له نوع من أنواع التعامل مع الزوج أو الزوجي خلال هذا اليوم ولكن في ساعات الظهيرة بتبدأ الأمور تتحرك بالاتجاه الآخر اللي هي بتنتقل بينتقل للبيت الثامن لأي لك يعني وكان في البيت السابع مقابلك مباشرة في الدرو وبدي ينتقل للبيت الثامن يعني أخف حدية عليك من الأيام هاي ولكن أنه بتصير الأجواء جيدة في ساعات الظهر بتنهمكو في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة يعني الأموال المشتركة أو البنوك أو الحسابات ممكن تدخل يعني باهتماماتكم أكثر أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء ما زال فيها يعني هي روتينية ولكن تحمل في ساعات الظهر هيك نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو أنه الكسل هيك بظهر فجأة بعدين بنتي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني بتحملك بعض الفرص المالية ممكن يعني يكون فيه هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن أنه عندك كثرة من المصاريف تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة بكثرة عندك الاتصالات والتحركات والنقاشات خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالحوارات حاول قدر الإمكان أنه أنت ما تنفعل زيادة أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت جيدة في نوع من أنواع التناغم أو التفاهم أو التقارب البيتي بتدعمك بقوة خلال هذا النهار وممكن يدعم من علاقتك مع أفراد العائلة أو أمور إلها علاقة بتصلحات ترميمات مشتريات جديدة برضو بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن في ساعات الظهر هيك تحتد شوي بسيطة يعني على موقف أو على تصرف أحد الأحباء أو أحد الأبناء فممكن أنه شوي تكون الأمور مش جيدة ولكن بترجع الأمور روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا برضو جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم لبعض المسائل اللي إلها علاقة بدواء فيتامين مكملات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات هي والبيت الثامن أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت العاشر جيد ويدعمك بقوة وممكن هذا يعمل لك نوع من أنواع التقارب الإجتماعي أو اللقاءات الإجتماعية أو تستغل بعض المعارف الإجتماعية لإلك وممكن برضو تعاون ما بينك وبين زميلك في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 برضو بيت الأصدقاء ممكن تنشط في بعض اللقاءات مع الأصدقاء أو المعارف أو ممكن يكون في بعض المسائل الجيدة التي تدعمك خلال هذا اليوم بإنجاز بعض الأمور من أحد الأصدقاء العزيزين عليك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد برضو بيدعمك في إنجاز كثير من الأعمال وبرضو بيحميك في بعض المسائل خصوصا الصحية أو العملية مرج العذراء واصلوا عمل بدأتهم فيه من قبل ما تبادروا لعمل جديد شوف يعني كمل الشغل اللي بين إيديك ما تحاول إنك تحمل حالك طاقة أو عمل جديد حاول إنك تنجزه خلال هذا اليوم فيكون صعب عليك وخصوصا إنه إحنا في فترة خلو مسار في ساعات الظهر يعني ممكن ترغبوا في تعزيز شركاتكم أكثر أو التعامل مع الشركاء شركاء المال أو العاطفة أو أمور إلها علاقة بالأزواج بدكوا تكونوا حاذرين من بعض الخلافات اللي ممكن تظهر على الساحة ما بينك وبينهم وانتبهوا لصحتكم أما بالنسبة للبيت الأول فتقريبا الأجواء ممكن اليوم يكون فيها نوع من أنواع الضغط خصوصا في ساعات ما قبل الظهر يعني من الآن للظهر يعني تكون هيك إما حاس في نوع من أنواع الفتور أو العصبية أو الحدية أو ممكن هيك الإرتخاء اللي ما بدو يعمل أي شيء أما بالنسبة لساعات ما بعد الظهر بصير الأمور تقريبا روتينية أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء جيدة خلال هذا النهار فممكن تحقق بعض المكاسب المالية أو الهبات أو المساعدات أو أموال تجيك من عمل إضافي ولكن بدك تحذر إنه المصاريف موجودة وضغطة وخصوصا الأمور المالية والحسابات أما بالنسبة للبيت الثالث برضو جيد على مستوى تنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وممكن اليوم تتنقل كثير أو تستخدم تليفونك أو سيارتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد بيدعمك على مستوى العائلة بيعمل نوع من أنواع التقارب العائلة وممكن أنه تهتم ببعض المسائل اللي تزيد بالتقارب هذا أو بعض الإنجازات أو المشتريات أو أشياء تحصلها على مستوى عقارات أو بيوت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة بنقدر نحكي خلال هذا النهار يعني تقريبا في نوع من أنواع الدعم إن العاطفي ممكن تقارب أو مصالحة أو حل مسألة معينة بتكون ما بينك وبين الحبيب بشكل جيد ولكن بدك تدير بالك من خلاف ممكن يظهر على الساحة أو هيك مشادة كلامية ما بينك وبين الحبيب أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فهم كما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر مسائل مالية مشتركة يعني شوية أرقك اليوم أو تربكك إلى علاقة بالحسابات أو الدفعات أو الالتزامات أو المطالبات المالية فهي شوي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإرباك لأنه تيجي في وقت أنت مش مستعد له أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا الأجواء ضاغطة في ساعات الظهر تحديدا باتصالاتك لبعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد وممكن يجيك خبر من بعيد يزعجك إلى هذا اليوم انتبه للأمور القانونية والمعاملات ما تهمل فيها عشان أنت ما يصير عليك مشاكل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى السمعة وبرضو على المستوى الاجتماعي والعلاقات وجيد على مستوى إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبيدعمك بقوة فهذا بيحمل لك كثير من اللقاءات أو التعامل مع بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم وممكن دعم من صديق أو حل مشكلة معينة تكون خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وممكن إنها تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الأحبة إما زيارته لمستشفى أو عيادة مريض أو مساعدته في مسألة ما برضو بتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد برج الميزان بتظل العاطفة قوية عندك يعني ممكن تميل أحبائك أو للتجاوب معهم أو للتقرب لهم لغاية ساعات الظهر يعني الأجواء العاطفية بتظلها مسيطرة عليك أو في نوع من أنواع الدعم الخاص ممكن يساعدك خلال هذا اليوم ولكن من ساعات ما بعد الظهر بدك تنتبه أكثر لصحتك وبرضو في نفس اللحظة من تراكم بعض الأعمال عليك أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا روتينية ولكن في ساعات الظهيرة ممكن يصير عمر هيكي واترك أو يعني يسبلك نوع من أنواع الإرباك خلال هذا النهار ولكن بتعود الأمور وبترجع لطبيعتها روتينية أما بالنسبة للبيت الثاني جيد وبيدعمك في بعض المسائل المالية في منكم ممكن يحصل بعض الدعم أو مستردات مالية أو أعمال إضافية يتحصل منها مبلغ معين أو هبات مساعدات أو دعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى النقاشات والحوارات والاتصالات يعني بتنشط اليوم بالاتصالات أو التنقلات ولكن بدك تدير بالك من التهور أثناء القيادي وبرضو في نفس اللحظة إذا كان عندك امتحان أو مناقشة بدك تستعد بشكل جيد وإحذر من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فبيت البيت جيد بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم بيعمل لك بعض الإنجازات الجيدة ممكن تحل بعض المسائل أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن اهتمامات بعقارات أو ترتيب أو مشتريات منزلية يعني كلها تقريبا بتكون بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس والبيت السادس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا ما بينك وبين الشريك ممكن في ساعة الظهر يصير خلاف أو حدية يعني من الصباح للظهر أو تحتدوا على مسألة معينة سرعان إنها ما بتنتهي بس نوصل لساعات العصر وبترجع لأمور روتينية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا على المستوى المالي حادة فعشان هيك إما في ضغط مالي عليك أو مطالبات أو مصاريف زيادة أو ممكن تكون طالب أنت مساعدة معينة واليوم يعني تم تأجيلها أما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني الأجواء جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وبرضه ممكن تهتم ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات اللي تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى السمعة والعلاقات الاجتماعية أو المعارف وبرضه في نفس اللحظة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد برضه بيحمل لك نوع من أنواع المساندة أو المساعدة من بعض الأصدقاء في مسألة ما أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب جيد ما فيه أي مخاطر بيساعدك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضه في نفس اللحظة بيساعدك بالاهتمام بصحتك أكثر يعني بيخفف من حدية البيت السادس برج العقرب تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم في ساعات الظهر بتزداد رغبتكم في التقرب منه وبالتفاهم مع أحباكم يعني الأمر تقريبا بيجي من البيت الرابع لهو بكون شوي ضاغط على المستوى العائلي بعدين بتدخل الأمور على الأمور العاطفية قوية شوي وبتدعم من علاقتك بالحبيب أما بالنسبة للبيت الأول فما زالت الأجواء بتحمل نوع من أنواع الضغوط أو القلق من مسألة معينة أو الوسواس على شيء يعني فيه إشي مقلق أعصابك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء حاملة نوع من أنواع الحدية في الأمور المالية إما التزامات أو دفعات أو قلق مادي أو مالي يعني ممكن يوترك خلال هذا النهار فعشان هيك ركز بشكل جيد وحاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات صحيح أنه شوي فيه حدية في الطباء عندك ولكن أنه الأجواء إجمالا إيجابية على المستوى البيت الثالث أما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني ممكن يكثر عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم ممكن تتوعق في مسألة معينة أو تضطرب من مسألة معينة خلال هذا اليوم حاول قدر الإمكان أنك أنت تخفف من الحدية أو العصبية تاعتك شوي وفي نفس اللحظة ما تحمل أكثر من عمل مع بعض عشان ما ترهق حالك وفي نفس اللحظة راقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة تقريبا الأجواء جيدة بتدعم من علاقتك بالشريك أو التقارب معه في مسائل كثيرة أما بالنسبة للبيت الثامن بتظهر برضو المسائل المالية خلال اليوم هاي فهاي بتضغط عليك كمان مرة ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوترات أو تعطيل مسألة مالية أو القلق أو الخوف على مسألة مالية أو موضوع مالي ممكن نوع من أنواع الإرباكات أو المطالبات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى اتصلاتك لبعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الأوراق القانونية أو حتى الدراسة بتكون تقريبا روتينية أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت الوضع الاجتماعي والسمعة تقريبا داعم بقوة فممكن الفترة هاي إما يكون في مديح أو اطراء لإلك أو يعني مكافأة أو أنك تنجز بونس معين لإلك أو برضو هذول الأشخاص اللي على رأس عملهم وفي منه كورح ينجز بعض الأعمال الضرورية اللي لها علاقة بالشركات الكبيرة أو التعاون مع زملاء أو رؤساء بالعمل بكثافة اليوم لإنجاز أعمال مهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مصدوى الأصدقاء برضو بدعمك في علاقاتكم مع عارفك والتقارب ما بينك وبين الأصدقاء بشكل جيد وكل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما زادت الرغبة في الاجتماع أو اللقاءات أو الحوارات خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك يعني ممكن يساعدك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أو الاهتمام بصحة أحد الأشخاص يعني بيكون متوعق صحيا أو مريض تحاول أنك تهتم فيه أو تتصل فيه أو يعني تزيارته مثلا برج القوس اللي بيتقدم لامتحان لغاية ساعات الظهر خصوصا على المراحل الأساسية أو يكون عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ نهائيا وفي نفس اللحظة ممكن تنشط ببعض الاتصالات بدك تكون حذر من المغامرة أو التهور خلال ساعات لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر يعني الأجواء بتصير أجواء بيتية أو عائلية أو إشي إلو علاقة بالعيلة ممكن أو بالعائلة يلفت انتباهك أو يكون يعني هو المسيطر عليك أكثر بظهور بعض المسائل العائلية أو البيتية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا بتكون فيها نوع من أنواع الضغط في ساعات ما قبل الظهر بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الوسواس أو القلق من مسألة معينة بعدين بتختفي هاي الأمور مع اقتراب ساعات الظهر بصير الأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية أو الروتينية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة بتدعمك على المستوى المالي فممكن اليوم تحصل بعض الأموال اللي بتجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات أو اهتمامات في بعض المسائل المالية أما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس ما زالت الأجواء العاطفية لغاية ساعات الظهر بتعمل نوع من أنواع الحدية أو العصبية ممكن تظهر بعض المسائل اللي تترك خلال هذا اليوم عاطفيا ولكن في ساعات الظهر تقريبا بتصير الأمور روتينية وبتصير لصالحك وبتدعمك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل يعني بتساعدك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يظهر إشيه علاقة بالعمل بشكل مفاجئ خلال هذا اليوم ولكن لمصلحتك ممكن أنه برضو يكون بعض الاهتمامات أو نتيجة أو أدوية لها علاقة بالصحة يعني ممكن تهتم فيها في ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكب يدعمك بقوة وبعمل لك نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم وخصوصا هاي يعني مفيدة جدا للأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم اللي إلها علاقة بالدعم أو بمؤسسات بنكية أو مالية خلال هذا اليوم يعني تسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو يتعطى المسألة مالية كنت منتظرها تتأجل ليوم ثاني أما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات البعيدة تقريبا الأجواء بتصير روتينية كلما اقتربنا لساعات الظهر يعني بتخف حديتها ممكن تنشط في ساعات ما بعد الظهر في بعض الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو حوارات أو مراسلات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد على مستوى العلاقات الاجتماعية وعلى مستوى بيت السمعة أما بالنسبة للعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي تقارب ما بينك وبين زملاك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبرضو جيد بيعمل لك بعض اللقاءات أو التعاون مع بعض الأصدقاء والمعارف لحل بعض المسائل بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط ممكن في ساعات الظهيرة يكون إما بعركس عليك بعض الأعمال أو أنه بيضغطك في بعض الأعمال ما بتقدر تنجزها بالكامل أو ممكن أنه يكون فيه يعني شيء صعب أنت بتشتغل عليه ما تقدر تحله ولكن مع اقتراب ساعات العصر بتنتهي الأمور بشكل جيد مرج الجدي اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات يعني الأمور المالية بتكون مربكة شوي خلال اليوم خصوصا في ساعات الصباح لغاية ساعات من الآن لغاية ساعات الظاهرة وحاولوا تخففوا من النفقات قدر الإمكان من ساعات الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم نفسيتك أحسن يعني مدعوم بطاقة إيجابية عالية جدا كلا النهار ولكن في ساعات الظاهرة من الصبح للظهر هيك ممكن تعصب على مسألة أو تحتد أو يصيبك نوع من أنواع الوسواس أو القلق من شيء معين أما بالنسبة للبيت الثاني والبيت الثالث فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع تقريبا يعني روتيني اليوم ما في حدية زي الأيام الماضية ولكن في ساعات الظهر ممكن تظهر بعض المسائل اللي يكون فيها خلاف أو اجتهاد أو تدخل في شؤونك البيتية أو العقارية أو أمور الالتزامات البيتية ممكن عطل معين ممكن قلق من مسألة معينة ولكن سرعا ما بتنتهي مع اقتراب ساعات العصر أما بالنسبة للمورة العاطفية تقريبا الأجواء جيدة مع الحبيب خلال هذا اليوم اللي بتدعمك بقوة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب يعني الأجواء لصالحكم أما بالنسبة للبيت السادس برضو الأجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الطبية أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني يعني طريق التعامل المتزوجين أو الشركاء المال بطريقة طبيعية على طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط ممكن ترتبك أو يعني تقلق على بعض المسائل المالية أو أفكار أو حسابات أو اجتهدات مالية يعني تكون مربكة بالنسبة لأيلك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو المراسلات أو حتى على مستوى المؤسسات التعليمية والدراسة برضو جيد أما بالنسبة للبيت العاشر بيت العلاقات الاجتماعية وبيت السمعة جيد برضو بيدعمك في بعض اللقاءات أو الاجتماعات أو المساعدات أو إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ما بينك بمساعدة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فالأجواء متقلبة خلال هذا اليوم ما بين روتيني صعبة شوي بعدين ترجع روتيني بعدين إيجابية يعني فممكن يحمل لك بعض الخلاف أو سوء التفاهم بينك وبين أحد الأصدقاء ولكن مع اقتراب ساعات العصر تقريبا الأجواء بتصير جيدة وإيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد يعني بيخليك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي نفس اللحظة ممكن أنك أنت اليوم تهتم شوي هيك بأمورك الصحية أو في مظهرك أو في حيويتك مرج الدلو أنتوا نشيطين اليوم مع هيك ما تبادروا بعمل جديد بل واصلوا ما بدأتم فيه من قبل لأن القمر يعني تقريبا في مرحلة الانتقال وخصوصا أنه عندكم فشوي بسبب نوع من أنواع الإرباك رغم أنه نفسيتك يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بلشت تظهر عليك في ساعات ما بعد الظهر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم والأمور المالية وبعض الأشياء اللي ممكن تكون على الساحة تظهر ماليا هيك تكون شوي فيها نوع من أنواع الإهتمام للزاد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع الحدية أو العصبية ممكن هيك تكون فيه نوع من أنواع المشاحنات وخاصة من الآن لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتصير الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة وممكن أنه تكثر عندك الاتصالات والتنقلات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أجواء البيت رجعت ضغطة شوي فهي بتسبب لك نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت ممكن خلاف أو حدية أو يعني أشياء ممكن تسبب لك نوع من ردات الفعل السلبية ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وفي نفس اللحظة ممكن بعض الأعطال المنزلية شوي تكون مربكة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا متقلبي خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي فهذا بيحمل لك نوع من أنواع التقلب بالمزاج ولكن سرعان ما أنه الأجواء مع ساعات الصباح بتصير إيجابية ممكن تعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فما زال أمور العمل مقلقة بالنسبة لك ممكن تظهر بعض المسائل العملي خلال هذا اليوم أو إنجاز بعض المهام أو الأعمال اللي تساعد في تطوير العمل أو أنه ممكن أنها تجيب لك بعض المردودات أو تفتح بعض الأبواب في الأيام القادمة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما روتينية على المستوى الشراكي أو الشركاء بالمال أو الأزواج تقريبا على طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تظهر بعض المسائل اللي تكون مربكة في بدايتها ولكن تمشي المعاملة أو تمشي الإجراءات بشكل جيد مع ساعات يعني من الظهر وصاعد إلها علاقة في البنوك أو في المؤسسات البنكية زي الضريبة أو تأمين أو مستردات مالية أو فواتير أو جمعية مثلا أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فأنتم تتعاملوا على مستوى الاتصالات البعيدة ومع الأشخاص اللي خارج البلاد أو تنقلاتكم على طبيعتكم بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة وبيت العلاقات الإجتماعية وبيت العمل بالمؤسسات الكبيرة تقريبا جيد يدعمك بقوة ممكن تظهر مسألة معينة في ساعات الظهر هيك إما أنه هو خلاف ما بينك وبين أشخاص أو مشكلة معينة أنت تكون ورطت حالك فيها دخلت حالك فيها وما تدخل في شؤون غيرك عشان ما تصير هاي الثغرة وفي نفس اللحظة ما تدخل بخلاف ما بينك وبين زملائك أو روساك بالعمل وما تتأخر عن دوامك أما بالنسبة للبيت داعش فيعني شوي بيعمل نوع من أنواع العلاقة الجيدة مع بعض الأصدقاء أو تواصل أو الاتصالات وممكن من ساعات ما بعد الظهر تحمل لك لقاء أو دعوي أو لحضور حفلي أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو داعم بقوة خلال هذا اليوم فممكن يساعدك بإنجاز كثير من الأعمال وبرضو بأمور إلها علاقة بالصحة إلك أو لا أحد الأحبة مرج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم يعني لغاية ساعات يعني الظهر بيظلت الأمور للأجواء متقلبة مشحون بطاقة سلبية في نوع من أنواع التوتر عندك لأن القمر بيظل موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات ما قبل الظهر بعدين الأجواء بتصير فترة أفضل بتعيد لك نشاطك المفقود وبتدعمك بقوة وبالعكس بصير عندك نفسية رائعة جدا لأن القمر بصير في بيتك الأول عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء المستوى المالي لشوي الأمور ممكن يكون فيها بعض الأمور المالية المربكة خلال هذا النهار إما مصاريف زيادة أو متطلبات مالية أو تتعركس بعض الأمور أو تقلق لمسألة مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات ممكن تحمل لك كثير من النشاطات خلال هذا اليوم أو التواصل مع محيطك ممكن تناقش بجراءة وتقنع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها ضاغطة شوي على مستوى البيت بتسبب لك نوع من أنواع الاهتمام الزائد في مسألة العلاقة بخلاف أو عطل معين أو مشكلة بتصير في أمور البيت أو أفراد البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو متقلبي خلال هذا اليوم فعشان هيك ممكن تحمل لك نوع من أنواع التوتر أو الزعل أو الخصام ما بينك وبين الحبيب أو سوء تفاهم معين وممكن برضو ما يكون بينك وبين الحبيب لمقصود الحبيب الحبيب برضو بتيجي على الأبناء فأهم إشي أنك ما تدخل يعني ممكن تظهر مسألة تحتد فيها على أحد الأبناء وما تكثر في نزواتك خلال هذا اليوم يعني ما في داعي للمغامرة ولا للنزوات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة برضو على مستوى العمل ممكن عندك أعمال كثيرة أو متطلبات كثيرة أو نشاط كثير خلال هذا اليوم أهم إشي أنك أنت تركز بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة ما تهمل صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد بيدعمك على مستوى بيت الشراكة والتعامل ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو شركاء المال برضو بتحملك نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينية ولكن في ساعة الظهر ممكن تظهر مسألة مالية أو متطلب مالية أو يعني يطلب منك مبلغ مالي أو تتعركس بعض الأمور المالية اللي أنت كنت معتمد عليها ولكن تتأجل أو تلتغي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الأوراق القانونية أو المعاملات الروتينية ولكن يحذر في ساعات الظهر يعني من الصباح للظهر من ظهور إما أنك تسمع خبر من خارج البلاد يزعجك أو بعض الأمور اللي تكون مربكة بالنسبة لهاي الأمور يعني يتعطى البريد تدخل بخلاف ما بينك وبين شخص معين يعني اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر يعني جيد بيدعمك هذا بيت العلاقات الاجتماعية وبيت العمل وبيت السمعة فعشان هيك ممكن يدعمك بعلاقة معينة أو بلقاء أو بتواصل اجتماعي عالي أو حتى بمديح اجتماعي يكون فيه نوع من أنواع الإطراء ممكن إنجاز بعض الأعمال إذا كنت بتشتغل في مؤسسة كبيرة أو تعاون ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى الأصدقاء بيعمل نوع من أنواع التقارب وبرضو بيعمل يعني إشي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة مناسبة لقاء أو تعاون ما بينك وبين بعض الأصدقاء وأحد الأصدقاء إما لمساعدته أو لمساعدتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرناه البيت العول في بداية توقعات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء